بسم الله الرحمن الرحيم جولتنا الصباحية لهذا اليوم كانت في مركزنا الامتحاني في كلية ابن الهيثم طبعا شكرنا وتقديرنا حقيقة للأخوان في وزارة التعليم العالي وتحديدا في كلية ابن الهيثم والدارة الاقتصاد وكلية رافدين وكل من جامعات الأخرى اللي سهلت أمور المديريات وسهلت دخولهم إلى القاعات الامتحانية ووفرت كل الدعم اللوجستي احنا منذ عهد طويل حقيقة لابن الهيثم والدارة الاقتصاد من ضمن الأماكن اللي نستخدمها دائما في امتحاناتنا وكان أيضا يرافقنا أحد الأخوان من اللجنة الدائمة وشفنا حجم تطبيق التعليمات الامتحانية والانضباط ومدى حجم أمانة المراقبين وجهودهم الكبيرة بالنسبة للسادة المشرفين وكذلك المدراء المراكز الامتحانية وتوفير كل ما هو يسهم في توفير الأجواء المناسبة للطالب احنا يعني عازمون على نوفر الأجواء المناسبة للطالب كي لا يضيع فهمه أو يعني المادة العلمية اللي عنده ما تتأثر بالأجواء غير المناسبة الحقيقة يعني الطلاب الخارجي يعني طلاب مثل ما يعرف الجميع غير النظامين ولكن نشعر أنه هذه السنة أفضل بكثير من السنوات القادمة في رضا واستحسان من قبل الطلاب على نوعية الأسئلة وهذا يعني ينبي بعام دراسي واعد إن شاء الله سيكون عام نجاح وتقدم ومن الله السداد والتوفيق ترجمة نانسي قنقر